شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوط الإخوة الأقباط لاحتفال بعيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيد أبا دير وأخته الشهيد إيريني بحي غرب مدينة أسوط وحرص متطوعو حياة كريمة على توزيع الهدايا بالإضافة إلى توزيع الوجبات التازغة على الأسر الأكثر احتياجاً في إطار مبادرة سبيل التي أطلقتها المؤسسة خلال الشهور الماضية في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيد شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوط الإخوة الأقباط فرحتهم بالعيد وذلك بكنيسة الشهيد أبا دير وأخته الشهيد إيريني بحي غرب مدينة أسوط بنقدم التهنئة لأخواتنا الأقباط ونقول لهم كل ساهم طيبين وعيد سعيد باسمه مؤسسة حياة كريمة ونشارك الأطفال الفرحة بنوزع عليهم مجموعة من الهدايا البسيطة وعلى هامش التهنئة مؤسسة حياة كريمة بتستكمل مبادرة سبيل اللي بدأت شهر رمضان بنوزع على مستوى مراكز أسوط في 11 مطرنية وكنيسة أكتر من 2300 وجبة جهزة للأهالي الأكثر احتياجاً والمستحقين والاترعاهم الكنيسة بنقول لهم كل ساهم طيبين باسمه مؤسسة حياة كريمة وعيد سعيد أنا فعلاً النهاردة في غاية السعادة وبنشكر شكر جزيل لمؤسسة حياة كريمة على المبادرة الجميلة مبادرة سبيل ودي بتهدف بأنهم يوزعوا وجبات ساخنة للأسر الفقراء والأسر الأكثر احتياجاً ودي فعلاً في الحقيقة دي مبادرة أكثر من رائعة متطوع حياة كريمة حرصوا خلال الاحتفال على توزيع الشوكولاتة والهدايا والبالونات وسط بهجة الأطفال وأسرهم كما شارك المتطوعون في تقديم الفقرات الفنية والغنائية وذلك ضمن مشاركتهم في احتفالات عيد القيامة جايين نهاردة نشارك إخواتنا المسيحيين في عيدهم عيد القيامة المجيد واستكمالاً لمؤسسة حياة كريمة ودورها الإجابة والفعال في المجتمع جايين نوزع وجبات للأسرة الأكثر احتياجاً وجايين كمان نشارك الأطفال فرحتهم بعيدهم وبنوزع عليهم بعض الهدايا والبلالين واستكمالاً لمبادرة سبيل التي أطلقتها حياة كريمة خلال الشهور الماضية استفى المتطوعون بالمؤسسة لتوزيع الوجبات التازجة على الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة ووسط أجواء مبهجة طاف مسؤول حياة كريمة جميع كنائس وأديرة أسيط لتقديم التهاني للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في مشهد أكد على مدى الترابط والوحدة بين أطياف الشعب المصري اشتركوا في القناة